وما ادراك في المنتخب كيما مغرب معنات انا بعد ساعة نقل نغزر منتخبات كيف نذيت او المغرب معنات من احسن مفامة في العالم باش ما نقولوش في الافريك برك منتخب يعج بالنجوم من اخو ماش الزياش السيري معنات انا نبدأ نتفرج في المباريات في الويكاند ولا حتى في الاوروبا ليج وغيره كي تعمل احسائياتك نهلا حتى في الليل تلقى المهاجمين مغربة كلهم مسجلي البرعيات بالنجوم من التلقى التي تعتقد بفضل اعلام المهاجمين المغربي اكتب انا نشاهد اعبائياته مرحبا بكم في القناة مقابلة بالخبار اصدقائي سوى هذا الفيديو ان onun قوة المنتخب المغربي وصلنا فوقنا انه من احسن المنتخبات العالميا وليس افريقيا كذلك تكل идو عن قضية هذه الحاكم زياش من السدعاش الذي يعمل المنتخب المغربي في هذه المباراتين أصدقائي ما نتحدث لكم، خليكم تفرجوا في الفيديو، خلية أراضيكم في التعليق والبارتاج، ونطلقوا في الأخير على المغرب لك أقبل بعض التعليقات، فيما يخص رشيد زمرلي وآية مالك، صديقنا بنبراهيم قال لك زمرلي كنال سيضع اية مالك غارديان وفنسانتر وديفونس وجدتك طبعا ملاحظة على اللغة التسعين فيها وأنه تستعمل عديد الألفاظ الفرنسية أي من عبودة صديقنا اسمه الو، الو ولا الهو، والله ما نعرف فاش تتقرأ تشرفوا به قال جزر القمر صحيحة لو جوا في الجوجل يا صديقي وضحت عشرين ألف مرة في انترفيوه لممثل جزر القمر في إكسبو دبي قال لو تنتق قمر وتسميت تيامونان بالبدر والقمر ولي بورتوغي ما نجموش نتقل قمر ياخي قالوا كومورش هكا أخي تسعي أخي ولا باللغة الفرنسية ولا بالإنجليزية يكتبوا كومور ولا كومورس إن إنجليش أمراه جزر القمر تيامونان بالقمر وتنجم تشوف هدايا على يوتوب فهم وداخل الممثل جزر القمر في إكسبو دبي وهو نفس الشكالة كي يشابه شوي الكوديفور وسحل العاج في الكوديفور يقولك ما عاش تترجمو لنا بالعربية لأن حتى بالعربية رحضنا بالعربية اسمه الكوديفور ما عاش تقوله سحل العاج سحل العاج الكوديفور وليس سحل العاج ولو إنه باللونجلي ما لقاوش مشكل يقوله العربي بحكيم زييش الكل يتحدث عن غياب زييش فما مصدر لي وسيلة إعلامية مغربية قالوا أنه زييش على تواصل مع المدرب وليد الركراقي وسبب رياضي وفني في انتظار أنه يرجع للقايمة تعرف موقف حكيم زييش مليساير في العالم ومن يساير طبعا بين الحكومة المغربية والسلطة في المغرب وبين قوسين التطبيع مع الكيان والله من نجموش من خموش في البرتية ذيكا من السبب اللي خلى زييش بوتاتر أورليست دونك الأمور السياسية ذيت نجم تكون عندها عندها شوية عندها تأثير وعندها في قرار ولكن مشكلة في تونس برق دونك عن ملاعبية معنا اللي نقول لهم مشاكل ولا اختيار فني لما عايتنا لهم دونك زييش وما أدراك في المنتخب كيما مغرب معنا أنا بعد ساعة نوقع نغزر منتخبات كيف نذيت أو المغرب معنا من أحسن مفامة في العالم باش ما نقولوش في الأفريق برق منتخب يعج بالنجوم من أخو ماش الزييش السيري معنا أنا نبدأ نتفرش في المباريات في الويكيند ولا حتى في الأوروبا ليج وغيره وكي جي تعمل إحسائياتك هلا حتى في الليل تلقى المهاجمين مغربة كلهم سجلي الدوغ بالحق سواء في الأوروبا ليج سواء في الشامبينزيك سواء في الدوريات اللي لعبوا فيهم في إسبانيا في بلجيكا في في الجريس في أي بلازة تلقاهم سجلي دونك يجيوا يعملوا يخلقوا بروبليماتيك ولا مشكل سامحني في الكنمة بلغتنا من الحيد حقيقة ما نقعد نقاط استفهام مو انتقد علن الحكومة المغربية والسلطة انتقد علن يعني عاوس التواصل الاجتماعي ها هو هو يراء اللي هنو سبب غير رياضي هن يقول لك حتى هم يحبوا يلموها بالسبب الرياضي سبب الرياضي ما يتعداش خطر زياش لاعب ممتاز زياش قيمة ثابتة زياش من أحسن ملاعبية اللي خلقتهم من مغرب يمكن في العشرين العام اللي فاتوا دونك ما يحبش يكبرها عادي المدرب باش انو يلمو الاشكالة ذاية ويحطو في خانة المشكل التقني اكثر منو مشكل سياسي وانا بالعكس نتفهم هذا ونقدر فرق راقي انو قاعد يحمي في الجروب امتعو المغرب يواجه الجابون ويواجه السوت في فرانس فيل يواجه الجابون ويواجه يستقبل السوت في المغرب سي محمد فضل واش نحكي على زياش خويا امين زياش قيمة كبيرة كمحترف عربي وقيمة كبيرة في المنتخب المغربي ومواقف ومبادئ ايضا اكزاكتا واش نعطيك حاجة امين زياش ما كانش لو كان هو في اوج عطاء زياش في تشيلسي وقته هو كان في تشيلسي وما نظنش كانش تصير البوليميك هذية وتصير له المشاكل هذي حتى انتقاده للسلطة فما ادراك لكن فما ادراك فما ادراك من المسؤولين اللي كاريير زياش في تدحرج لذلك حبوا يعملوا مشكلة لزياش وقاعدين بشوية بشوية ينسيوا في العباد في قيمة زياش كلاعب مغربي وكإفادة للمنتخب المغربي ونظن اللي في قادم الأوقات اللي معاش مششوف زياش في المنتخب المغربي شوف فلافناش جس معلومة زيادة باش من سرعاً التأييداً للكلام الرقراجي معتا فلافناش المباراة الأخيرة لاعب مباراة يا على البنك يا مضروب كام مضروب لاعب واحد وعشرين دقيقة في مباراة في الدوري التركي ولاعب دادا مباراة دتوتن هام في مش لاعبها لاعب ثمونتاشين دقيقة برك معتا حتى في سقيه ما عندوش برشا كورة هو تعرض لإسابات عديدة وفرق والعمر وكل عام وما كانش كونفوكي راهو في أكتوبر راحت اللعب ضد ضد سنترافريكان ما كانش كونفوكي وقت الإسابة صحيح وفرجك المريول متاعه السابعة من وقت حدين ولكن حركة تضامن كبيرة راهو معتزياش المغربي فما حركات اجتماعية كبيرة قاعدة مساندة الغزة في طنجة نشوف الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي منتخب آخر على منويل المغرب محققة ثناش نقطة لحد الآن مش كيف نحن نعانيه ونعكزه نوعا ما في تصفيات كأس افريقية لأمام هو المتخب المصري يواجه خارج ميدان وثم يستقبل بوتسوان منتخب مصر فيه ززم لعبية من أفضل مفامة في أوروبا مرموش ومحمد صلاح سجلوا أكثر من عشر هداف وصنعوا أكثر من عشرة في جميع البطولات البطولات الأوروبية الكبيرة الخمسة بطولات الأوروبية الكبيرة منتخب مصر هجوميا محمد السليتي هجوميا مرعب منتخب مصر بوجود صلاح ومرموش مرموش مرموش احنا في الكانليفات اكتشاف في الكانليفات لأنه بالمواصفات هذيك كانت الانطلاقة متع الترشيقة متع ملاعبي ملاعبي عنده طالن كبير ملاعبي بدنيا حاضر ملاعبي يحتاجه أي انترنور في الترانجيسيون اوفنسيف خاصة للقوة للسرعة متاعه ملاعبي قاعد يتطور من فترة حاليا في الفط الأنظار بالبداية القوية وهذاك يعني ديما في فما فترة في وقت لكل جوار اللي يبرز فيها واللي يكون في الظروة متاعه خاصة مرموش في الظروة متاعه ولقاء البلاسة اللي اللي تنميله ممكن مواهبه وقدراته مع العالم المرموش خلاج صغير خلاج صغير في العمور هذون 18-17 سنين هكا ولي وحاليا البرسة ترغب في انتداب مرموش قاعد يعمل في موسمه حتى الموسم اللي فات وكانت أقل باتباعة لكن الموسم مذايقع اللي تقلق بالكده فريق ديجا في انتراخت فرانكفورت ديجا ثمت تأقلم وصهول تأقلم خطر معه هذا شايبي وسخيري وسخيري حتى عمله لعمل موسم به في المنتخب المصري مزيل مرتقاش للمستوي هما قاعدين يستنوا فيه باش يكون بلو ديسيزيف في المنتخب الحاكم تعربي قوة فاربة لتاك منتخب المصري في الوقت الحالي صلاح مرموش اسمه مصطفى محمد ترزيغي وزيزو رغم انه مشه الخاليج لكن ترزيغي ديما ترفورمان ديما ترفورمان شكون السادس اللي خلص الفاتورة وهو إمام عشور إمام عشور ثاني استاج ما يهزوش وحسين الشحات هكا وهاكا وحسين الشحات رغم لي حسين الشحات برميل الجوار السيتي باش يأخذ البلندور لكن مش قاعد يمش المنتخب الواطن المصري عندها خط هجوم متميز جدا للمصر باش تكون معتها رقم صعب في العوام الجاية كما كانت كل مرة منتخب المصري سيكون رقم صعب هجوميا لحقيقة ممتاز يبقى عنده بعض المشاكل الدفاعي ومحمد صلاح يمكن اعتباره من أكثر لاعبين كان مش أكثر لاعب انتظاما في الخمسة سنين الخرانية في العالم انتظاما النجم يكون فما من لاعبي متوسط او فاقه المتوسط واكثر انتظاما في الرندمون في الأداء بتاعه لكن انت تحكي على فلتة على لاعبي ما يتكررش قيمة الأدد البدني محمد وقيمة ممكن مدرب اخر منتظم هو معين شعباني من عشرة مباراة في الدورة المغربي جايب تلات عشرين نقطة هداف سجل وأربعة أهداف نتمنى ولو النجاح نتمنى ولو النجاح طبعا معين شعباني وعليش لا يحقق القبش نحكيه أكثر عن معين الشعباني في قدم الحساس بما أنه معين شعباني الحقيقة يشرف كرة القدم التونسي كل ردبالك راو عمنا وزادة منتصرنا بي كان هزا الشامبيون يكون حاضر معانا في قدم الموعد شكرا عبودة وصلنا إلى نهاية الفيديو وكانتش مننا من هذا الفيديو كلنا الإعجاب شكرا لكم نتلقوا فيديو جديد موضوع جديد السلام عليكم